ينضم إلينا من عمان أستاذ العلوم السياسية ونائب مدير المركز العراقي للدراسات الدكتور باسل الغريري مرحبا بك دكتور باسل يعني بعد اتهام الحكومة العراقية سلطات الكردية بجلب هؤلاء المقاتلين من حزب العمال الكردستاني إلى كاركوك هل انتهى الحديث بأليا عن حل سياسي للأزمة وفتيل الحرب يمكن أن يشتعل في أي لحظة؟ بدل مساء الأخي الكريم وإلى مشاهد الأخوان الكرام بالطبع أنا أتفق معك جدا التوتر هو سيد الموقف والتصعيد هو سيد الموقف خاصة الكل توقع أنه ربما بعد اجتماع دوكان ما بين السيد مسعود والسيد الرئيس الجمهورية سوف تحل الأمور الاجتماع خرج بخمس نقاط أساسية الحكومة فيما بعد ردت على في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني يعني كان من خلال المقررات يبدو أنها رفض لهذا المقترح واتهمت يعني قوات البيشمرقة بجلب عناصر من البككة للدفاع عن كاركوك من أي ربما هجوم من العراق أعتقد كان هناك خلال اليومين السابقين لحظة صدام حقيقية لكن تم تأجيلها بوساطات خاصة حينما الوساطات التي قدمها نجل السيد الطلباني سيد بافل الطلباني وسيد ألاء طلباني وأن هناك الأمور ستحل في اجتماع الاستيمانية لانعقد ما بين السيد مسعود والسيد مسعود بارزان لكن يبدو أن مقررات هذا الاجتماع لم تلقي قبولا وترحيبا بغاد بعد بغادة لم تلقي نتائج الاستفتاء الذي يصر عليه الحكومة خاصة بالنسبة للدكتور حيدر الإعبادي بالتالي نحن أمام تصعيد حقيقي وأنا أعتقد ربما الساعات القادمة ربما أقول سنشهد صدامة ربما سيكون من أكثر من ثلاثة أو أربع محاور سواء منتازة من الآن القوات في حويجة تمركزت باتجاه منطقة الدبس في كاركوك هذا كلها مؤشرات إلى تصعيد حقيقي وربما إلى صدام مقبل خلال الساعات خاصة في منطقة كاركوك إلا إذا تدخلت القوى الولايات المتحدة تحاول التأثير من سيبدأ هذا الصدام؟ نعم من هو الذي سيبدأ هذا الصدام؟ الحكومة العراقية أم؟ أعتقد بالتأكيد سيبدأ سواء من قبل من الحشد ومن القوات العراقية التي تقول بضرورة استعادة كاركوك والمناطق المتنازع عليها ورجوع القوات البيشمرقة إلى حدود ما قبل عام 2004 وهكذا هو القرار وهكذا حتى حدد الدكتور حيدر عبادة قال أنه في القرار قبل فترة أنه ينبغي لبيشمرقة أن تدخل عن حقوق النفط في كاركوك خاصة وأيضا في المناطق التي تم صيدة عليها في بيشمرقة بعد داعش بمعنى أن المطلب الأول هو رجوع بيشمرقة إلى حدود ما قبل عام 2014 في زيرانة عام 2014 يعني برغم كل وساطات التهدي التي تحدثت عنها عندما تقوم الحكومة العراقية بأنها تسعى لبسط سيطرتها على كاركوك والمناطق المتنازع عليها يعني ما هي الطرق العملية التي يمكن الحكومة العراقية من أن تبسط السيطرة على هذه المناطق هو أولا الطريق الضغط الاقتصادي ربما ستجبر يعني يعني الإقليم على مراجعة قراراته لكن هذا الطريق طويل هناك ضغوط يعني سواء على بغداد خاصة من قبل إيران وتركيا أنه لا تنتظر كل هذه الفترة وإنما تستعجل بالخيار العسكري وأعتقد حتى من قبل الحشد أو غيره يستعجل الحل العسكري حقيقة لكن حقيقة الحل العسكري إن حال مؤسف وربما يقع إلى كثير من الدواء والضحايا وربما نعرف كيف يمكن أن ينتهي بمعنى أن الخيار العسكري أعتقد خيار غير حكيم وطاولة الحوار ينبغي أن تكون هي السائدة لأن العراق غير مستعد لدخول جولة جديدة أي صراع سيدخل العراق في أزمة حقيقية وإلى احتراب داخلي والمستفيد منه سواء الأطراف الإقليمية ينبغي العراق أن يكون ساحة لنفوذ سواء تركيا أو إيراني لأن هذا ليس من مصلحة حقيقة العراق أن يتم الحل من الخارج ينبغي أن يكون هناك عقلاني بس مع أن أسف هذه الأزمة لا نحتاجها وخيار سيد مسعود مع الأسف ذهب بنا إلى هذا الخيار صفر حلول شكرا لك الدكتور باسر الغري أستاذ العلوم السياسية ونائب مدير المركز العراقي للدراسات حدثنا من عمان